عايز اتكلم عليك عايز اتكلم عليك مكسب الزمالك في ولاده الزمالك اللي ما وقف له الكيد هو بص هي ميزة وعيد هو حق الانسجام الاسامي بيش كبيرة مش عايز اقول الاسامي عشان كل عيبة الكبار وكلهم فوق دماغي يعني لكن الاسامي المكردنا القايمتين زي ما كنت بقولك برامدز والزمالك لا في اسامي ما فيش مقارنة اتكلم اسماء كبيرة عشان شبرات برضو لكن خد بالك واقف الكده خلى فيه جزء كبير منه ايه انسجام حتى اللي مستوى قليل موت نفسه عشان عارف ان دي فرصة فرصة يتكمل يا فرصة تثبت نفسك يا فرصة تخلص كوات ده خد كاس مصر والوقت المرشح الاول انه ياخد الدول وحظ الشباب بصراحة يعني مكارة بالاسماء وحظ الشباب فريرا تغلب خد اجرأ خطوة اي مدير فني وانت كان كابتن محمد عبد جديد رجل مدرب انا بعزه جدا ولعب كبير جدا مدير فني مقترم عارف يعني ايه مدير فني يصعد ناشئين يلعب بيهم ويصر عليهم فتلاقي فيه ماتشحات خمسة رجل بنفسه على الدوري يا جماعة رجل ده بنفسه على الدوري وودك احساس في الاول ان هو خاص مش عايز الدوري بس بيلعب بالناشئين اللي هو كان اتنين اتنين طلع اشرف بن شارق وزيزو وبينازل اتنين شباب انت لو مدرب وسب زيزو وبينشارق الاخر المباراة ده امان بالنسبالي ده امان بالنسبالك انت حتى انت مشاهد انا اقول لك حاجة عايف لو كان يتغلب من ماتش ده هو ازاي سلم اللعبة الشباب دي في ماتش زي ده وكده بيتدمرهم اعرف انت الكلشاء في كي جمل كده احنا بحضرينها برضو بصراحة ازاي تدخلص عليهم وازاي بس هو راجل ما بيسمعش كان عام زي كالوس كده وش كده ما بيسمعش ولا بيشوف حتى مو حسام قالك بقدر بيلعب على حتة العاطفة لا هو بيعرف يتكلم كويس كلهم بيعرفوا يلعبوا بالحتة دي اجرأ قرار خده هو الاعتماد على الناشئين الاعتماد على الشباب الشباب بس ان هما برضو ياخدوا فرصة معنادي زي الزمالك خلينا نقول ان عحمد عبدالقادر من اللعبة الكبار جدا ربنا يرجعوا بالسلامة عشان يبقى في الاهل بالشكل ده محمد عبدالقام تلعوا عارة سنة واثنين وثلاثة ما هو نفس السن بس عشان يظهروا لازم تلعوا بره وجم واسبتوا نفسهم بره ورجعوا لكن النهاردة الراجل بياخد قرار انه طلع الشباب اللي موجودين مش هنقول ناشئين هما مش ناشئين موضوع فريق الامل بس بالزبط مش هاي بالموقف مش خايف من حاجة فاكر موسم اللي كان جيه فيك كابتن حسام حسن مش فاكر كان موسم ايه لو تفتكروا معي بقى اللي كان او الزمالك كان في المركز 13 وصل المركز 13 كان في المرتبة بعيدة جدا ايوه كان اول ماتش ليه تقريبا محرس الحدود اه فاكر الظروف دي الظروف الصعبة اللي كان في الزمالك فيها دا وصل بيه مركز تاني ساعدة كان فيه شباب ومين ترعى وقتها بقى امر جابر حمد ابراهيم صحيح وكان فيه حسن يوسف وكان فيه اسمات تانية انت اكبرت برضو في الظروف الصعبة انك طلع شباب تقدر تستفيد منهم يعني فيه كنوز في الشباب كان حازم كمان تقريبا وحازم هام برافا عليك وحازم هام برافا عليك بس اللي يدور واللي ياخد الثقة واللي يتصبر عليه بس دي ظروف اللي يلاعب بالناس النهاردة او يوسف يوسف انا بيه مطلع جماهير تخيل النهاردة سيف جعفر لما ايده بتكسر الناس علينا جدا يوسف فيه من المناسبة طلع كان السنة اللي فاتت كان كان اعرى اه كان اعرى اه بس يعني مدير فاني مديرش الفرص يعني مدير الناس النهاردة بيجي واحد برتغالي مش شايف اصلا ان ابوه معاه على الدكة حتى اه انا كنت خايف عليه من المخدم صراحة يعني لا او بيلعبه والنهاردة بيقد بشكل كويس وليه اسمه الناس مستنيها سيف جعفر ايده بيصلى اه كسر فالناس مستنيها سيف جعفر فين فالنهاردة الناس بيتمستنيها حسام عبدالنباب ومحمود عبدالدك شوف بص نفس السيناريو بتاع كيروش لما عشان انت قلت كيروش انه الناس وصلت معاه لمرحلة وصلنا في المتخب انه اي اصابات تحصل احنا مش قلق امير احمد ياسيد نوطة القالى حسام ديجي فعلا انه في الزمالك دلوقتي انه نهاردة كنت مدردش مع بعض الاصدقاء الزمالكوية فقولنهم طبعا و الزمالك هيبقى عنده مشكلة اكيد لو زيزه تصاب يعني اللي قدر الله ان شاء الله ربنا يحميه يا رب او تم ايقافه ولا حاجة ما هو زيزه من ركاز قالك يلعب بقية العيبة هيبقى يامد خلق فيك انك تبقى اوسك من مدرد مدرد بلاكسكا في كل الناس اللي مهود حتى هو هيتصرف حتى الشباب وخد بقى زي ما انت قلت حسام عبد مجيد موجود في الملعب محمود علاء دولي بس محمود علاء هيموت نفسه فهو عمل كمان نوع من انواع المنافسة بين اللعيبة اللي مش مرئية ما محمود علاء ده هيموت وعد عدك احنا من ست سبعة فهيموت نفسه كنا بنقول حمزة المسلوسة هو ازاي بلا في الزمالك النهاردة بقولك حمزة المسلوسة حمزة ده من اللعيبة كويسة جدا على فكرة بس تحسن بحتاج وقت شوي واخد بالك بحتاج راحة معرفش بس حمزة اخد بالك حمزة في اخر الموسم برضو كان كويس جدا بس رجع فهم مدرب حطه احنا كنا نتحدث دايما عن حمزة المسلوسة الراجل اللي بيعرف يدفع كويس بس فقفش يعمل تحوليات هجومية ودفعية بشكل منتظم راجل حطه سنة ارباك تارت مع التلاتة المدافعين انت كنت توقع عن حمزة يبقى دعا في التلاتة المدافعين حطه طاق الله ده شغل المدرب معلش مهما احنا احنا اتكلمنا في الكرة وعادة نتكلم في العشرين ساعة مفروض بقى المدرب يكون بيفع بيحسن مني ده المفروض في كتير بقى من المدربين انت بقى انت قاعد هنا بتقولك مش انا مش احنا الناس بقاعد بتفرج في البيت بيقولوا كنا ما حسن منهم او بيشتغلوا شغل احسن منهم فانا مستني من المدرب انه يبهرني عشان ده شغل انتك مش شغل انت ده ما بيحصلش ده وعمل وفريرة طبعا والوقتي عمل وفريرة الامانة يعني طبعا يبهرني يعني حسسني ان انا بشوف حاجة مش طبعية